مرسلتنا كريستين ريناوي تنظم إلينا الآن من الجليل الأعلى لترصد وتجمل لنا كل هذه التطورات تفضل كريستين جمال واضح أن التطورات لازلت متواصلة في هذه الأثناء ينقل الإعلام الإسرائيلي عن إعلام لبناني بأن هناك استهداف لدراجة نارية شمال النقورة الساحلية جنوبي لبنان استهداف جديد وبحسب مرسلنا في لبنان بأنه سقط شهيد على الأقل في هذا الاستهداف الجديد الذي يضاف إلى سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم هذا يوم امتداد لأيام السخونة والتصعيد على هذه الجبهة سلسلة من العمليات حزب الله تبنى 11 عملية في بيانات رسمية في حين أن الجيش الإسرائيلي أيضا أقر بإصابة جندي جراء سقوط صاروخ في برانيد بالجليل الغربي وإيضا كان رصد سقوط وإطلاق الصواريخ باتجاه الشمال دون أن يحدد مكان هذه الصواريخ وهذه الاستهدافات وهذه الهجمات في حين أن على مدى هذا اليوم تبعنا سقوط صواريخ في قرية الغجر بإصبع الجليل المطلة بإصبع الجليل جبال رميم وكريات شمونة أيضا في منطقة إصبع الجليل برانيد في الجليل الغربي مزارع شبعة لبنانية المحتلة وليس فقط إطلاق صواريخ وسقوط صواريخ أيضا كان هناك اشتعال لحرائق وأيضا انقطاع للتيار الكهربائي بالمجمل كانت الاستهدافات هذا اليوم لمواقع عسكرية واستهدفت الجنود الجيش في حين أنه لم يعلن إلا عن إصابة واحدة نذكر على أنه يعترف بمجمل عدد القتلى هنا نحو 24 قتيلا معظمهم من العسكريين إلى جنب إصابات لا تعد ولا تحصى بشكل يومي على هذه الجبهة هناك إقرار من أن الجبهة تشهد تصعيدا منذ نحو أسبوعين وأن صفرات الإنذار دوت أكثر من 800 مرة في الأسبوعين الماضيين بمعدل ارتفاع خمسة أضعاف بما شهدته هذه الجبهة في الأيام السابقة تربط القناة الثانية عشر الإسرائيلية جمال هذا التصعيد وهذا الارتفاع الحاد بوتيرة تفعيل صفرات الإنذار والهجمات والعمليات من قبل حزب الله بأنه ربط هذه الجبهة مجددا وأن هذه السخونة ارتفعت تزامنا مع بدء الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في رفح بدأت العملية في شرق رفح لكن في حل لو توسعت نستطيع أن نخمن بأن هذه الجبهة سوف تشهد المزيد من السخونة والمزيد من التصعيد على مستوى بيانات الجيش الدعائية هو قال أنه استهدف خليتين في جنوب لبنان تحديدا في ميس الجبل والعديسة وقال أنه هجم منصات صاروخية ومواقع ومباني عسكرية وبناء تحتية في أكثر من منطقة وموقع في الجنوب اللبناني بالتالي حالة من التصعيد تشهد هذه الجبهة وطالما أن الحرب الإسرائيلية متواصلة وعمليات جيش الاحتلال متواصلة سوف تستمر هذه الجبهة بحالة السخونة والاشتعال جمال كريستين ريناوي من الجليل الأعلى شكرا لك كريستين